هنروح لكرة السلة رجال وسيدات عندنا يوم السبت ان شاء الله القادم يوم 24 ديسمبر السوبر المصري مباريتين ببطلتين للنادي الاهلي النادي الاهلي هو احد اطراف اللقائين سواء رجال او سيدات سيدات الساعة اربعة في مجمع الدكتور حسن مصطفى ما بين الاهلي وسبورتينج الاهلي طبعا حامل لقب بطلت المرتبط وحامل لقب القاهرة وسبورتينج بطل افريقيا لسه راجع من افريقيا وحاصل على اللقب كاول نادي مصري يفوز بهذه البطولة اذا الفريقتين في قمة مستوام الفني اذا المباراة لن تكون سهلة بمكان والحمد لله احنا فريقتنا كاملة كابتن طريق خيري كان معنا الحلقة اللي فاتت مجموعة من اللاعبات وهم دايما يعني في حالة استعداد تام ولكن دي مباراة كالكؤوس كل شيء وارد طيب مباراة الرجال الساعة 8 في نفس المكان مجمع الدكتور حسن مصطفى الساعة 8 الاهلي والاتحاد السخدري طيب الاهلي والاتحاد السكنداري عندنا المباراة النهاردة مستر أجوستي بوش والجهاز الفني بيعقفوا على دراس نادي الاتحاد خليني اقول لكم حاجة مباراتنا الاهلي والاتحاد في كرة السلة اي مباراة تتلاقي في اي وقت مش هتبقى سهلة ولا تستطيع ابدا ان تتوقع النتيجة دور المرتبط الاتحاد السكنداري فاز بالأولى والنادي الاهلي فاز بالتانية الفريق مرتبط حسم النتيجة بفوزوا مباراةين دايما مباراتنا مع نادي الاتحاد السكنداري مبارات مبارات بتبقى يعني مبارات بتبقى يعني كلوس جيم جدا ما بتبقاش عارفين هيكسب مستر أجوستي بوش جاهز مستر أجوستي بوش هيكود المباراة ما فيه ناس سألولي وبعتولي قالولي مستر أجوستي بوش والعقوبة لا الاقاف كان مبارايتين مبارايتين الزهور اللي فاتوا ولكن من مباراة السوبر ان شاء الله يوم الساب مستر أجوستي على الخط ان شاء الله هو وكابتن أحمد الجرحي وباقي الجهاز وكابتن دياستي وباقي الجهاز بالكامل هيكون موجود بيعقف الفريق على دراسة تحاد السكنداري وده حق مشروع تحاد السكنداري شهد الفترة اللي فاتت انتقال نجمه ونجمه مصر لكابتن إسماعيل أحمد الى نادي الرياضي اللبناني مرة تانية وتم انهاء التعاقد بالتراضي طبعا هو إسماعيل أحمد لعيب كبير وليه تاريخ كبير في تحاد السكنداري يكفي يقول ان انا مش هكمل او هكمل وكل الامور بتمشي زم هو عايش إسماعيل أحمد اللعيب الخلوق طبعا النجم الكبير رجع النادي الرياضي اللبناني ومضى فإذا لتحاد السكنداري فقد يعني جهود نجم كبير يعني كان في المباراة اللي فاتت بيكون يعني خصم قوي أمام نادي الاهلي ولكن نادي الاتحاد مليء بالنجوم جهاز فني مع الوقت والنتائج اللي فاتت عاملين نتائج كويسة مكساو فرق اسكور كبير ولكن ان شاء الله بإذن الله نتمنى التوفير لنادي الاهلي في مباراة القادمة للرجال